قلب تونس النابض القطاع غير الرسمي الاقتصاد التونسي عنده سر هو القطاع غير الرسمي قطاع كبير وعامر بالناس الكادحة هم الباعة المتجولين الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة سنين طويلة وهما يخدموا في الخفاء ما عندهمش اعتراف رسمي وما ما ينجموش يستفادوا من الحماية الاجتماعية لكن الحكومة التونسية انتبهت لهذا وشافت الامكانيات الكبيرة متاع الناس هاذم وعرفوا إلي تمكينهم هو الحل باش ينجح الاقتصاد من هنا جات فكرة سياسة جديدة تهدف باش تدمج الناس هاذم في الاقتصاد الرسمي فجر جديد نظام العامل المستقل نظام العامل المستقل هو ثورات حقيقية هو يبسط الإجراءات للعمال في القطاع غير الرسمي توا الناس هاذم ينجم يسجل مشاريعهم بسهولة بلا تعقيدات إذارية وأوراق رسمية كثيرة النظام الجديد هو رسالة إدماج وتقدير لقيمة كل مواطن بتسهيل التسجيل تونس تشجع على بعث المشاريع وتقول للشعب التونسي واثقين فيكم الحرية والأمان منافع للجميع منافع النظام هذا كثيرة أولاً يوفر حماية اجتماعية بحيث يولي العامل المستقل المسجل يستفاد من الضمان الاجتماعي وبالتالي يضمن التغطية الصحية وجراية للعائلة وراحة البال ثانياً يوفر شفافية ضريبية النظام بسيط وسهل الفهم وبالتالي يزيل الخوف والغموض ويشجع الناس على دفع الضرائب وهذا بدوره يزيد في مداخيل الدولة ويعطيها إمكانية أكبر للاستثمار في الخدمات العامة سد الفجوة تحديات لا بد من تجاوزها أكيد كذلك في تحديات منها ضعف الثقافة الرقمية ونفاذ محدود للإنترنت الكل ما عندوش هواتف ذكية ولا إنترنت وهذا يمكن يحرم بعض الناس من الاستفادة من النظام الجديد الحل هو في التعليم والبنية التحتية الحكومة لازمها تستثمر في برامج محو الأمية الرقمية وتوسع نفاذ الإنترنت خاصة في المناطق الريفية وبذلك تضمن ما يترك حد في الخلف تونس مثال يحتذى به نظام العمل المستقل في تونس هو نموذج ناجح لتمكين المواطنين ودليل على أهمية الدمج بتشجيعها للقطاع غير الرسمي تونس ترسم طريق نمو مستدام وعادل هذه السياسة هي مصدر إلهام لباقي الدول وتبرهن أن التغيير ممكن بتبني الابتكار والشمولية نجم نخلق عالم فيه الفرص موجودة للجميع تونس اليوم هي اللي توري الطريق تونس 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 تونس